هم من انتصروا على امتحان الحياة يخضون اليوم الامتحانات الرسمية بامتحانات مخصصة ومخففة تراعي أوضاعهم ومن قاعة امتحاناتهم في مركز سرطان الأطفال سين جود انطلقت جولة رئيس الحكومة ووزير التربية واليوم عم نشوف إرادة الحياة عندها الشباب والشابات الموجودين بسين جود خصبة البجامعة الأمريكية كيف عملين مركز وعمل عمل الامتحانات وإرادة العيش حتما عند اللبنان ستكون أهم من أي إرادة أخرى هؤدي أبطال وقت اللي عندهم هالتصميم وهالإرادة وهالمحبة للعلم وأنه يحصلوا ويحسنوا حياتهم بالمستقبل هذا دليل أمل وإيمان عندهم فيه بالمستقبل فأنا بحييهم نقف حدهم ونحنا كتير عم نراعي هذا الوضع هؤلاء الطلاب متغل يعني متفوقين تخطوا إشياء كتير أصعب من الفحوصات الرسمية بس بقدرتهم أنه ياخدوا الفحوصات الرسمية هذا نوع من الحياة الطبيعية وهاي كتير من حلائلهم يؤكد تلاميذة المركز أنهم على استعداد لخوض الامتحان الأسئلة مكيفة والإنتحانات مش صعبة يعني تشوها الدورات السابقة بس حسيتها أسهل أنا أعني مكيفة الامتحانات كتير سهلة ومثل ما تعودنا يعني الدورات حلينا دورات ومثل الدورات كتير سهلة وإلى مركز ذوي الحاجات الخاصة توجه الحلبي للوقوف على أوضاع التلامذة منيح وفيه وقت كتير سهلة الحمد لله وعم بقدر الحل بسهولة هو يوم المنتصرين على المرض وعلى الحاجات يوم يخضعون فيه إلى امتحانات يرونها سهلة بعد كل المعارك التي نازلوا فيها كل ما واجهوه والضحكة على وجوههم